شهدت قرية حجازي حسنين التباع لمركز الزرقاء بمحافظة دمياط تنظيم قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جهود المبادر الرئاسي حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات للمواطنين شهدت القافلة توقيع الكشف الطبية على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي علاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التصقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلالي بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية موجودين بقافلة طبية مجانية فيها 12 عادة خصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري طبعا معنا فريق من التمريد على أعلى مستوى والإداريين والفنيين كل ده فريق طبي كامل على أعلى مستوى موجود في قافلة 12 عيادة من ضمنها التخصصات الموجودة البطنة العظام الأطفال الرمض الأنف والأزن البطنة الجلدية الناسة تنظيم الأسرة كل العيادات دي موجودة عشان تغطي القافلة بالتخصصات المختلفة أنا فيه فعلا مقابلة كويسة وناس محترمين بيقابلني أحسن مقابلة وبعدا أطعنا التذاكر ومشرف الخطوات العادية جدا جدا كله بالمجان خطبنا أطعنا التذكرة وكشفني وأخذنا العلاج لأن أحسن رعاية وأحسن عناية وأحسن مقابلة بكشف عظام والحمد لله دكترة كويسة واخذنا على لجنة والحمد لله كويسة بمية مية